ترجمة نانسي قنقر أنا أتوقع الرسالة جدا واضحة لكل ملتزم ولكل شخص غير ملتزم التعاون بين جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة ضروري جدا الالتزام هو الحل الوحيد في نهاء هذا التحدي طبعا إذا عرفت أنك أنت حال إيجابية أول شيء يجب أن نسويه أنك تعزن نفسك في البيت وما تطلع من البيت تطبيق المجتمع واعي في جميع الإرشادات إلى أن يتم التصالبك حاسب أنك لا تخالط أي شخص وخاص بالذكر الأشخاص الذين يكونون أكثر عرضة لهذا الفيروس الذين هم كبار مواطنين أو أصحاب الأمراض المزمنة السؤال المهم أنا شون أعرف متى حالتي تكون طارئة أو متى تكون حالتي لقدر لا تحتاج توجه مباشر من الطاغم الطبي هي أهم ثلاث أعراض ارتفاع الحرارة فإذا أنت من أشخاص الذين لا يوجد قياس درجة الحرارة أتوقع كل البيت حين لا يخلع منه يفضل يكون عندك قياس درجة الحرارة في البيت إن لم يتوفر الشعور بارتفاع الحرارة بيكون تقديري فقط لكن وجود أهم عرضين ألم في السدر والضيق في التنفس هذين يعتبرون نحن نسميهم ألارمينج أحد أسباب زيادة العداد في مملكة البحرين هي بسبب عداد المخالطين بسبب زيادة فحصات لها المخالطين فطبعا الأشخاص الذين معاك في البيت هم يكونون أكثر عرضة أي مكان مقلق قرفة اجتماعات قرفة انتظار في مكان عمل يكون مقلق هذين بعد يكونون من الأشخاص نسميهم الدرجة الأولى خصوصا إذا كانت المسافة أقل من مترين وأقل من 15 دقيقة كان هناك اتصال معاهم